لأنهم ضحوا دائماً بأمانهم الشخصي وأحياناً بحياتهم في سبيل مهمتهم اختارتهم منظمة مراسلون بلا حدود أبطال الإعلام الماء مئة صحفي ومدون من جنسيات مختلفة نشرت المنظمة أسماءهم أول مرة في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هؤلاء أبطال الإعلام من بين المئة الذين اختيروا رزان زيتوني الكاتبة والناشطة الحقوقية السورية التي أنشأت مركز توثيق الانتهاكات في سوريا اختطفت من قبل جماعات إسلامية في ضواحي دمشق في التاسع من كنون الأول 2013 مازن درويش الناشط الحقوقي السوري لم يعد يسمع صوته منذ أكثر من عامين فمازن واثنان أخران من المركز السوري للبحوث والحرية محتجزون بتهمة الإرهاب لأنهم أعربوا عن التزامهم بحرية التعبير والإعلام عبر سعدي المصرية الوحيدة التي ورد اسمها في القائمة العالمية معروفة من بين مئات الصحفيين في الشرق الأوسط بأنها مدربة في مجال السلامة المهنية للمحررين الذين يعملون في مناطق عدائية علي ديلم مارسام كاريكاتوري جزائري شهير في صحيفة الليبرتيل جزائرية سجن مدة ستة أشهر عام 2005 لصخريته من ضباط الجيش أحمد أحميدان المصور البحريني الذي اتهم بالاعتداء على أحد مراكز الشرطة في البحرين فاعتقل الجدير بالذكر أن أحميدان لم يكن موجودا في المنطقة أثناء الاعتداء البحريني علي عبد الإمام أنشأ عام 1999 موقع بحرين أونلاين المنتدى الديمقراطي الأول والأكثر شعبية في بلاده اعتقل علي وضرب وتعذب تحت ذريعة نشي معلومات مزيفة اشتركوا في القناة